استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة بقصر صفا بمكة المكرمة صاحب السموء الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العاد نائب القادة الأعلى النايب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحضور صاحب السموء الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية حيث نقل سموه حفظه الله تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى لأخيه خادم الحرمين الشريفين وتمانية جلالته للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة وقد رحب خادم الحرمين الشريفين باسم ولي العهد نايب القائد الأعلى نايب الأول رئيس مجلس الوزراء مشيدا بالتواصل المستمر بين المملكتين الشقيقتين وبما يربط بينهما من علاقة نخوية متينة وتعاون وتنسيق مشترك وأبلغ سموه بنقل تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعا وتمانياته لمملكة البحرين المزيد من التقدم والنماء حضر المقابلة من الجانب البحريني سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمال الخيرية وشؤون الشباب برئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس لجلة الأولمبية البحرينية ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية وعضاء الوفد المرافق لسموه ولي العهد نايب القائد الأعلى النايب الأول لرئيس مجلس الوزراء هذا وقد حضر صاحب السموه الملكي لامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نايب القائد الأعلى نايب الأول لرئيس مجلس الوزراء مأدوبة الإبطار التي أقامها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ألسعود عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة بقصر صفا تكريبا لكبار الضيوف المملكة الشقيقة ثمن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حماد الخليفة والي العيد نائب القادة الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء الجهود الكبيرة التي بذلتها وتبدلها المملكة العربية السعودية الشقيقة لخدمة الإسلام والمسلمين خاصة ما توليه من اهتمام بالغ بخدمة الحرمين الشريفين وقاصدهما من حجاج ومعتمرين وزوار وما تقوم به في هذا الشأن من إقامة المشروعات العملاقة لتوسعة الحرمين وتطوير جميع المرافق المرتبطة بهما جذلك لدى لقاء سمو حفظه الله بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف عبدالعزيز ألسعود ولي العيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العيد نائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ماسا اليوم بقصص صفا بمكة المكرمة وأكد سموه أن العلاقة المتميزة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة الراسخة والتاريخية وما تتسم به من تطابق في المواقف ويحدتها تجاه مختلف القضايا هي مثال العلاقات الأخوية الراسخة والمتينة التي نسعى دوما في البلدين إلى تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات انطلاقا من اهتمام ورعاية قيادتي البلدين الحكيمتين وخلال اللقاء جرى بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمهما وتعزيزها في المجالات كافة إلى جانب استعراض ومناقشة أخر مستجدات الأوضاع على الساحات الخليجية والعربية والدولية حضر اللقاء اسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثلوج لالة الملكة العمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس العلل الشباب ورياضة رئيس لجة الأولمبية البحرينية ومعالي الشيخ خالد بن أحمل بن حمد الخليفة وزير الخارجية وسعادة السيد عبدالله بن إبراهيم الرواحي رئيس الدوان الملكية فيما حضر من الجانب السعودي معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبد الملك آل الشيخ الوزير المرافق وكان صاحب السموء الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة قد وصل المساء اليوم إلى مطار جدة الدولي في زيرة أخوية للمملكة العربية السعودية الشقيقة حيث كان في مقدمة مستقبلية صاحب السموء الملكي الأمير مشعل بن ماجر بن عبد العزيز محافظ جدة ومعالي السيد محمد بن عبد الملك آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الوزير المرافق ومعالي أمير محافظة جدة وعدد من كبار المستقبلين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر